موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين فضائية العراق التربوية ونحن نلتقي في درس جديد لمادة الجغرافية البشرية للصف السادس الأدبي أعزائي الطلبة اتناولنا في الموضوع السابق جغرافية الزراعة وتكلمنا عن مقاومات الزراعة أو مقاومات اللي يحصل عليها النبات تكلمنا عن درجة الحرارة والرياح والرطوبة وضوء الشمس ورح نتكلم عن الظواهر البشرية رح أنوه للموضوع السابق اللي أخذناه الرطوبة الرطوبة تناولناها قلنا أن النبات يحصل على الرطوبة بواسطة النظام الجذري وتكون هذه الرطوبة أما من الأمطار أو الطريقة السطحية اللي رح يكون بها السقي السطحي أو عن طريق الإروائية أو عن طريق المياه الجوفية مياه العيون والعبار وقلنا إذا زادت الرطوبة عن الكمية المحددة لها رح يتسبب في تسمم جذور النباتات رح يؤدي إلى نقص الأكسجين مما يؤدي إلى تغير عمليات بيولوجية وكيميائية داخل التربة تؤدي إلى موت النبات أما إذا قلت نسبة المياه فأيضا رح يسبب جفاف أو تكسر المحاصيل الزراعية وإضافة قلنا أنه اللي رح نتناوله في هذا الدرس رح نتناوله الجفاف والزراعة ماذا يحدث في الجفاف اللي هو أحد المقومات الطبيعية مقوم الجفاف الجفاف والزراعة يسبب الجفاف تدمير أو توالي تدمير المحاصيل وتدمير الاستعمالات للأرض ويعرف الجفاف بأنه الحالة التي تكون إذن هذا تعريف الجفاف عزيز الطالب بأنه الحالة التي تكون فيها مقادير المياه المطلوبة للنتح والتبخر المباشر للنتح والتبخر المباشر تزيد على مقدار تزيد على مقدار المياه المتوفرة في التربة ويسبب الجفاف هنا على المياه في التربة نهاية التعليل ويسبب الجفاف دمار المحاصيل عندما لا تتوفر للنباتات أو للنبات كمية كافية من الرطوبة التربة إن حصول الجفاف تحدده الأمطار من حيث كون سقوطها سنويا أو فصليا وتوزيع سقوطها خلال السنة ومدى الاعتماد عليها وكثافتها وشدتها وشكلت تساقط فضلا عن إن متطلبات النبات من الرطوبة تختلف من نبات إلى نبات آخر أكو نبات يحتاج إلى رطوبة عالية وأكو نبات لا ما يحتاج إلى رطوبة وهذا التفاوت يختلف من محصول إلى محصول آخر ننتقل إلى المقوم السادس الرياح والزراعة إن لاتجاه الرياح وشدتها تأثير على المحاصيل الزراعية والإنتاجية الزراعية لإقليم معين فالرياح الشديدة البرودة والجفاف تحول دون نمو المحاصيل في مناطق تصلح لزراعتها كما إن الرياح الحارة في المناطق الجافة وشبه الجافة تدمر الزراعة للرياح تأثير مباشر وغير مباشر على المحاصيل يتمثل إذا عدنا جانا السؤال علل للرياح تأثير مباشر وغير مباشر على المحاصيل أو ما هو التأثير يتمثل التأثير الأول منها وهو المباشر المباشر إش راح يصير عندنا تكسير النباتات الرياح راح تكسر النباتات إذا كانت عواصف ورياح كلش قوية تكسر النباتات وسقوط ثمار الفاكهة والمحاصيل الجوزية من أشجارها عند تعرضها للرياح الشديدة وتغطية النباتات الزغيرة كليا بالأتربة أو الرمال التي تحملها الرياح الهابة وأحيانا تكون هذه التغطية كلية لهذه النباتات أما التأثير الثاني التأثير الغير مباشر فيتمثل بنقل الرياح للرطوبة والحرارة والجو وبالتالي تزداد حركة الرياح مع التبخر هذا بالنسبة إلى مقاومات الرياح ننتقل إلى الجانب الثاني اللي هو التربة راح نتناول التربة وماذا يقصد بالتربة وتعريف التربة التربة خبت تعريفها إذا جاء نعرف التربة يقصد بالتربة هي الطبقة المفتتة الرقيقة التي تكسو معظم سطح الأرض أو سطح اليابسة وهي ذات تكوين طبيعي شديد التعقيد حيث تظافرت عدة عمليات ميكانيكية وكيميائية في تكوينها إذن هي الطبقة الرقيقة التي تكسو سطح اليابسة وتكون ذات تكوين طبيعي شديد التعقيد ضمن عمليات ميكانيكية وكيميائية يمكن تقسيم التربة من حيث مصدرها وظروف تكوينها إلى تقسيمين واحد تربة محلية والثانية المنقولة راح نجي نتناول إذا جانت سؤال طبعا ما هي تقسم التربة من حيث مصدرها وظروف تكوينها نقول للتربة المحلية والمنقولة أو التعريف مالتهم شرح بالتفصيل التربة المحلية هي التربة المشتقة من الصخور التي ترتكز عليها فالصخور الرملية إذا تحللت أو تفككت تعطي تربة رملية والصخور الجيرية تعطي تربة جيرية وهكذا أما التربة المنقولة هي التربة التي أرسبت بأحدى عوامل الأرساب كالرياح أو المياه ومن أمثلة التربة المنقولة هي التربة الفيضية التي تنقلها مياه الأنهار وترسبها حول مجالها إذن المحلية المشتقة من الأصلية مشتقة من رملية تنتصخوا الرملية مشتقة من جيرية تعطي تربة جيرية أما المنقولة التي تنتقلت بفعل عوامل التعريه كالرياح والأمطار مثل هي التربة الفيضية إذن إذا قل لي عرف التربة الفيضية نقول له هي التربة التي تنقلها مياه الأنهار وترسبها حول مجاريها الدنيا وهناك مجموعة مجموعة متنوعة من الترب منها ما يميل إلى السواد ومنها ما يميل إلى الإصفرار ومنها ما يميل إلى الإحمرار إذن هذا من حيث مجموعة ثانية متنوعة من حيث الألوان منها ما يميل إلى السواد ويميل إلى الإصفرار ويميل إلى الإحمرار حيث أن التربة الحمراء هي التربة التي تزداد فيها نسبة أكاسيد الحديد وأكثر أنواع الترب خصوبة من حيث اللون هي التربة السوداء إذن هنا نعدنا تعليل تعد التربة السوداء من أكثر أنواع الترب من حيث اللون وهي التربة السوداء من حيث أكثر أنواع الترب خصوبة وهي التربة السوداء الجواب سيكون لدينا فهي أكثر من غيرها قادرة على امتصاص شعة الشمس التي تجلب الدفء وترفع من حرارتها كالتربة المدارية إذن من حيث الألوان التربة المائلة إلى السوال والإصفرار وإلى الإحمرار التربة الحمراء هي التي تزداد فيها نسبة أكاسيد الحديد أما التربة السوداء هي التربة الأجود أو الأفضل خصوبة أكثر أنواع الترب خصوبة لأنها قادرة على امتصاص شعة الشمس التي تجلب الدفء وترفع من حرارتها كالتربة المدارية سننتقل إلى أنواع الترب وخصائصها أنواع الترب وخصائصها لقد عرفنا أن للتربة أصناف وأنواع تختلف بحسب الأسس التي يقوم عليها تصنيف الترب فهناك تصنيف للتربة على أساس المناخ وهو الأساس في تكوين التربة ويسمى بالتصنيف المناخي أو على أساس التصنيف الكيميائي الكيمياوي إضافة إلى التأثيرات المناخية والذي يهمنا هو معرفة أنواع الترب وتأثير ذلك على نمط الحياة الاقتصادية ولما كانت التربة هي القاعدة الأساسية لنمو النبات وعليه يمكن أن تصنف أو تصنيف التربة إلى الآتي تصنف التربة إلى التربة الفقيرة والتربة الخصبة التربة الفقيرة هي التربة التي تفتقر إلى المواد العضوية والكيميائية التي يحتاج إليها النبات في حالة إنباته إذن من اسمها التربة الفقيرة هي التربة التي تفتقر إلى المواد العضوية والكيميائية التي يحتاجها النبات في حالة إنباته أما التربة الخصبة فهي التربة الغنية بتلك المواد اللازمة لعمليات أو لعملية الإنبات ننتقل إلى المقومات البشرية المقومات البشرية أول مقوم من المقومات البشرية رأس المال رأس المال تظهر أهمية رأس المال في الزراعة إذا ما استعرضنا مدخلات رأس المال في الزراعة والمتمثلة بالثروة الحيوانية والبذور والمخصبات والعمل وشراء الأرض والمكنة والعجلات إذن هذه أهمية رأس المال لشراء الثروة الحيوانية والبذور والمخصبات والمبيدات والعجلات وإدوات الزراعة على اختلافها والبنايات والوقود والقوى والتصليح والصيانة لذا يتخذ المزارع قراراته المتعلقة بالاستثمار الزراعي للأرض على أساس ما يتوفر له من رأس مال فإذا ما توفر له رأس المال الكبير وجه استثماره الزراعي نحو السوق مما يعود عليه بعائد كبير يحدده رأس المال المستخدم وهذا الاستثمار الدائم الذي يضم محددات أمامه لإيجاد أنماط زراعية بديلة لأن هذه الأنماط البديلة تتطلب رأس مال جديد فضلا عما يرافق ذلك من فقدان رأس المال المستخدم في استثمار زراعة الأرض بالمحاصيل المراد تبديلها أما الجانب الثاني اللي راح ننتقل عنه استخدام المكننة استخدام المكننة واعتماد التكنولوجيا الحديثة في الزراعة إذن السؤال راح يكون عن المكننة والتكنولوجيا إن التحولات التكنولوجية في الزراعة دورا كبيرا في تطور الاستثمار الزراعي وتغيير أنماطه وراح يكون أعزاء الطلبة لضيق الوقت ننتقل الموضوع المكننة والتكنولوجيا إلى الدرس السابق إذن من المقاومات البشر إلى الدرس القادم راح نتناول رأس المال رأس المال هذا يحدد المزارع إذا كان رأس المال كبير راح يحدد حجم مساحة كبيرة ومزارع واسعة وإضافة إلى التكنولوجيا والأسمدة والمبيدات وشراء المكائن والآلات هذا كل حسب رأس المال إذا كان رأس المال قليل ما راح يقدر يستثمر في مساحات واسعة أكمر راح يستثمر في مساحات صغيرة شكرا جزيلا أعزائي الطلبة دمتم برعاية الله وحفظه شكرا